لم يكن لأحد أن يعرف أن محادثات السلام الليبية الليبية تجلس على لغم فمضت النوايا إلى ما أثار شعوراً واسعاً بإمكانية وضع الأزمة على طريق الحل ولكن لم تكت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحصد ثمار الفشل في المواجهة مع اليونان في شرق المتوسط حتى أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس عزمها على منح الشركات التركية حقوقاً واسعة للتنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً في ليبيا مسؤول كبير في وزارة الطاقة التركية قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك نقاشاً مع الحكومة الليبية والشركة الليبية الوطنية للنفط حول حقول برية وبحرية للتنقيب عن النفط والغاز وقال وزير طاقة التركي فاتح دونماز إن أعمال الاستكشاف ستبدأ قريباً رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفل قال بدوره إن شركات الطاقة التركية لم تتمكن من الحصول على الحصة اللازمة من احتياطات النفط والغاز في ليبيا وينبغي أن تحصل على حصة أكبر وبحسب قرنفل فقد تم جمع 35 شركة تركية مع مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الاتفاق وزاد على ذلك بالقول إن هذا سيخلق ممراً غير قابلاً للكسر بين الشركات التركية وبين الوفاق ارتباط المصالح بين تركيا وحكومة الميليشيات في طرابلس مفهوم الأسباب فتركيا هي حامل حما وأركان الوفاق هم الوكيل إلا أن هذا التوجه يهدد بالصميم كل الاتفاقات التي تم تسجيلها في محادثات بوزنيقة في المغرب ومونترو في سويسرا وفي القاهرة أيضاً الأساس في هذه المحادثات كان السعي إلى تشكيل حكومة انتقالية ومجلس رئاسي جديد يمهدان لانتخابات برلمانية ورئاسية تنهي أزمة الانقسام وتوقف الاحتراب ومن ثم لتقرر الحكومة المنتخبة مصير الاتفاقات التي تم توقيعها مع تركيا الإعلان المسبق عن منح تركيا حقوقاً في نفط ليبيا وغازها براً وبحراً يبدو كأنه لغم تم وضعه تحت طويلة تلك المحادثات وهو ينفجر الآن